انتهت جلسة حاسمة في البرلمان حبس الصوماليون أنفاسهم انتظاراً لها بقرار إلغاء تمديد ولاية الرئيس فرماجو مجلس الشعب صوت على انتخابات غير مباشرة وفق اتفاقية السابع عشر من سبتمبر 140 من أصل 275 نائباً صوتوا لصالح القرار الرئيس الصومالي أبدى مرونة لبدء حوار سياسي خشية العودة إلى الوراء إلى فترة الحرب التي عانى منها الصوماليون لثلاثين عاماً الحل هو الحوار والذهاب إلى انتخابات مرضية للجميع أبرز عنوين حديث فرماجو أن الشعب يعاني أصلاً من الإرهاب والفقر وزادت على ذلك تداعيات فيروس كورونا الرئيس الصومالي أكد حرصه على استقرار مقديشو موضحاً بدل كل الجهود لعدم إطلاق رصاص فيها رئيس الوزراء الصومالي أوكلت إليه مهمة عملية الانتخابات وتأمينها وتكليفه بجميع مهمها بالإضافة إلى استضافة مؤتمر مع الولايات الفيدرالية لمواصلة مسارات الانتخابات دون شروط في استجابة لأحد مطالب المعارضة اتفاق السابع عشر من سبتمبر كانت قد توصلت فيه الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الخمس وأقليم بنادر إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير مباشرة عبر ممثلين قبليين ترجمة نانسي قنقر